الممثل الجزائري في المنافسة الإفريقية مولودية بيجايا مسيرته بثابات في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدما ضامن التأهل إلى دور المجموعات من المنافسة إثر عودته بتعادل إيجابي بهدف في كل شبكة من تونس أمام الترجي المحلي وعد الموب في النتيجة بفضل هدف السينيغاليندوي في الدقيقة الثالثة والثلاثين بعدما كان الموب منهزما بهدف لاعب الترجي غيلان الشعلاني في إطار لقاء الإياب للدور التمهيد الأخير من المسابقة مستفيدا في ذلك من تعادله سلبان على أرضه في مباراة الذهاب الفريق البجاوي الذي أقصي في منافسة ربطة أبطال إفريقيا على يد الزمالك المصري يسعى إلى الوصول إلى أبعد نقطة في كأس الكاف وتشريف العالم الوطني بعدما أصبح الممثل الثاني للجزائر قريا رفقة وفاق الصيف المتأهل في ربطة أبطال إفريقيا بطل ربطة أبطال إفريقيا في النسخة السابقة بيمازانبي الذي توج على حساب اتحاد العاصمة قد يواجه مولودية بيجايا في الطريق إلى نصف نهاء البطولة بعدما اختطع تأشيرة التأهل هو الآخر على حساب الملعب القبس التونسي رغم الهزيمة بهدفين لوحد حيث استفاد من هدفه الوحيد الذي سجله في مباراة الذهاب في الوقت القاتل إذن الفريق البجاوي سيكون أمام فرصة بلوغ نصف نهاء كأس الكاف في انتظار الإعلان عن منافسه في دور المجموعات يوم الرابع والعشرين من الشهر الحالي في القرعة التي ستسحب بمقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة اشتركوا في القناة